التهاب الجيوب الأنفية هو التهاب يصيب تجويف الجيوب المتواجد في منطقة الرأس قرب الأنف تبطن الجيوب الأنفية أغشية مخاطية تشبه تلك التي تبطن تجويف الأنف وهذه الأغشية هي المسؤولة عن إنتاج البلغام الذي يعمل بدوره على ترطيب الأنف من الداخل والتقاط أي جراثيم أو فيروسات قد تتسلل إلى الجسم عبر فتحتي الأنف من الهواء الخارجية ينشأ التهاب الجيوب الأنفية نتيجة تراكم الإفرازات المخاطية وتورم بطانة الأنف ونمو النسيج الأنفي بشكل غير طبيعي بسبب عيوب خلقية لالتهاب الجيوب الأنفية ثلاثة أنواع مختلفة هي الحاد والمزمن وتحت الحاد ولكن بشكل عام هذه هي أهم الأعراض المرافقة لالتهاب الجيوب الأنفية على اختلاف أنواعه إفرازات أنف مخاطية، انسداد الأنف، ضعف حاسة الشم، كحاء احتقان، ألم وشعور بالضغط العام في منطقة الوجه في بعض الحالات الحادة من المرض قد تظهر أعراض مثل الحمى، الصداع، ألم الأسنان، نفس كريه رائحة، تعب وإرهاق إذا ما استمرت الأعراض ظاهرة مع المريض لفترة 12 أسبوع أو أكثر، فهذا قد يعني أن المريض مصاب بالتهاب الجيوب الأنفية المزمن أولاً، علاج الجيوب الأنفية طبياً المضادات الحيوية تعتبر المضادات الحيوية إحدى العلاجات التقليدية لالتهابات الجيوب الأنفية، لكن قد يحتاج المريض تناول المضادات الحيوية فترة تتراوح بين من 3 إلى 28 يوماً وذلك لأن تدفق الدم إلى منطقة الجيوب الأنفية يكون محدوداً، لذا فقد يحتاج العلاج فترة طويلة نسبياً حتى تظهر فعاليته وفي بعض الحالات الحد، خاصة عندما يكون المريض مصاباً بنوع مزمناً من التهاب الجيوب الأنفية، قد يتم إخضاع المريض لنوع خاص طوي للأمد من المضادات الحيوية الاستريويدات القشرية تعمل الاستريويدات القشرية على التخفيف من حدة الالتهاب الحاصل في الممرات الأنفية، وذلك عبر التخفيف من التورم الحاصل في هذه الممرات وبالتالي تسهيل مرور البلغم المتراكم إلى الخارج هناك عدة أنواع مختلفة من الاستريويدات القشرية، مثل الاستريويدات القشرية الأنفية، تصاعد على تصريف البلغم بسرعتين لتسهيل تنفس الاستريويدات القشرية الفموية، لها تأثير شبيه بالنوع السابق، بالإضافة لتأثير عام على جسم، ولكن قد يتسبب تناولها بمضاعفات جانبية أكثر من تلك التي قد تسببها لاستريويدات القشرية الأنفية مضادات الاحتقان يعمل هذا النوع من الأدوية على التخفيف من احتقان الأنف المرافق لالتهاب الجيوب، وتتوفر مضادات الاحتقان بعدة أشكال وهيئات مثل بخاخ أنفية وحبوب دوائية الجراحة إذا ما فشلت كل الطرق السابقة في توفير علاج نهائي للجيوب الأنفية، عندها قد يتم اللجوء للجراحة كحل أخير ثانياً، علاج الجيوب الأنفية بطرق طبيعية استخدام جهاز ترطيب الغرف لرفع درجة حرارة الرطوبة في الهواء المحيط، لا سيما في الغرف التي يمضي المريض أغلب وقته فيها استنشاق البخار الساخن عند أخذ حمام ساخن، أو عبر استنشاق البخار المتصاعد من وعاء يحتوي على ماء ساخن استنشاق محلول مصنوع من الماء والملح، أو ضخ هذا النوع من السوائل في الأنف عبر استرجة خاصة، شرب كميات كافية من السوائل يومياً، النوم والحصول على قصة كاف من الراحة، تغطية الوجه بمنشفة دافئة لتخفيف الضغط في منطقة الوجه ترجمة نانسي قنقر